تمر الأيام ثقيلة الوطأ على قلوب الملايين من اليمنيين داخل الوطن وخارجه بانتظار لحظة الخلاص الوطني الكبير من نكبة السوء في الحاد والعشرين من سبتمبر 2014 ميلادية التي لم ينج من جرائمها بيت يمني أمام هذا القبح المتفاقم والتسع دائرة مخاطره على كل الجغرافية اليمنية ودول الجوار وصولا إلى تهديد السلم الدولي وطرق الملاحة العالمية لا بد من استثمار كل المتاحات المحلية والدولية لاستئصال هذه الجرثومة الإيرانية الحوثية من شأفتها على الساحة الشعبية والرسمية تتطلب تعقيدات المرحلة تنسيق كافة جهود المواجهة لإنهاء الانقلاب بكل تمظهراته ومخلفاته ونتائجه الكارثية ليكون الجهد الشعبي والرسمي يدا واحدة في معركة المصير والوجود والحياة المكونات السياسية بكل حساسيتها الحزبية على الساحة الوطنية معنية اليوم بتفعيل كل أدواتها وتوحيد جهودها تحت مظلة الشرعية اليمنية الجامعة لكل اليمنيين والتي ترتبط بقيمتها الدستورية كل مرادفات الهوية الجمهورية والاجتماعية والوطنية لليمن بكل ناسه وتضارسه تجاوز خلافات الماضي وصب كل الجهود والأدوار النضالية في المحركة الوطنية الكبرى والمصيرية واستغلال كل حوامل الدعم والإسناد الدولي للسلطة الشرعية والدولة اليمنية هي مسؤولية كل اليمنيين الذين جرعتهم نكبة الحاد والعشرين من سبتمبر 2014 ميلادية ويلات الحرب والموت ووبال الجوع والفقر وغصص القهر والهوان